موسيقى حياكم الله وعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد القصيدة تشبه الزهرة التي يهتم بها البستاني في حقله تنمو شيئا فشيئا لينتشر بعد ذلك عطرها الأخاذ ويبلغ صداها الدنيا كل الدنيا وهكذا هو الشاعر مشروع إنسان مثابر مغامر يحاول أن يقول كلمته ويمضي لكنه في البداية يعالج مواسم الحصاد على أمل أن تقوده الكلمة الافتتاحية إلى مسيرة ممتدة من خلالها يكون لهذا النتاج كل الأثر الطيب وهذا ديدن كل شاعر من البداية وحتى النهاية وللشعراء الشباب نصيب كبير ودور مهم في حلقات بيت القصيد ومنهم ضيف حلقتنا معنا هنا في الستوديو أشارة سوريا الشاب الأستاذ أحمد عوض أهلا بك أستاذ أحمد حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أياك الله أكرمكم الله بدانية أتشرف بوجودي معكم أشكر بيت القصيد أشكر قناة الرافدين على هذه الاستضافة المهمة وأشكرك شخصيا على أن يكون أول لقاءة الإعلامية مع حضرتك شخصيا تعرفتك منذ قصائدك قديما منذ قصائدك تعود أن ترام على بكائك وها أنا ذا معك اليوم إن شاء الله تعالى فألف شكرا لكم وعصى أن يتعود الجمهور على قصائدك العالية وأن تكون قصائد كلها فرح بعيدا عن البكاء وإن كان البكاء ملح الحياة ولا يتخلى عنه أو يستغني عنه إنسان في الحياة يا أحمد بداية حدثنا عن طموحك الشخصي دراستك ما تحب ما تميل إليه من مواهب واهتمامات تفضل بداية أنا حاليا أدرس هنا دراسة ثانوية ولم يكن لتعلق بالشعر أو لمسيرة الأدبية ليس لها علاقة بالدراسة ولن تكون مرتبطة ارتباطا كبيرا إن شاء الله تعالى في القادمات الأيام أطمح إلى أن أدرس الفرع الذي سيخدم مشروعي ككاتب لأن الإنسان يتعرض لمتغيرات الإنسان هو المتغيرات التي يعيشها في حياته فحسب التغيرات التي سأكون عليها عند دراسة الجامعية سأدخل الفرع الذي أحبه والذي سيخدمني حتى أكون مشروع كاتب من أهم أكثر الاهتمامات التي أحبها هو الكشف الاكتشاف في كل مناحي الحياة يعني كما ينسع بالسيدان علي رضي الله عنه هو تزعم أنك جرم صغير وأن فيك أنطوى العالم الأكبر وهذا العالم الأكبر يحتاج لمكتشفين فمما أحب ومما أهتم به أن أكتشف ولعل هذا هو الذي قادني إلى الشعر لأن اكتشاف مكنونات النفس لعله لا يأتي إلا عبر هذه الكلمات التي تنسب حتى تكون بلسما للجروح إن شاء الله تعالى وهي بلسما كيد يعني ما شاء الله أنت متحدث مفوه وإجاباتك لا تخلو من الشعرية ولا تخلو من الحصافة والذكاء وتثبت أننا أمام تجربة شاعر شاب يعرف جيدا كيف يصعد السلم بتؤدى وكذلك بوعي صاف ورؤية عاليتين أحسنت كثيرا يا أحمد قبل ما نذهب إلى أسئلة أخرى يعني فيها الكثير من المشاكسة فيها الكثير من الصدامات دعنا نفتتح هذه الحلقة بقصيدة ولن أطلب منك قصيدة محددة اقرأ ما تحب أنت إن شاء الله نبدأ إن شاء الله تعالى بقصيدة عنوانها ليلة وكل يغني على ليلة تفضل لليلة على الأطلال قبر وخندق وقيثارة دمع وخد مورق شنقت على روحي ضفائر شعرها ولم أرى حبلا قط من قبل يشنق وقلت لها لما تناهشن الهوى وقالت قدومي قدنا لا أصدق أعمى قريب ترجع الشام جارتي ويقرأ شعر الياسمين المعتق أعمى قريب ترجع الشام جارتي ويقرأ شعر ويقرأ شعر الياسمين المعتق فقالت حزين أنت والله يا فتى فقلت هل شيء سوى الحزن يورق بلاد رمتنا خارجا دمع غيمة أتقبلنا نارا تلظى وتحرق دموعي دليلي والدجا يبعث الدجا وفي خافقات الضبيرام مؤرق دموعي الدليلي والدجا يبعث الدجا وفي خافقات الضبيرام مؤرق غني عن التزيف تلك سجية وبعض سجايا المرء للمرء ترهق يا سلام على صهوة التاريخ في ذات ليلة وليلا تعد النجم والكون ضيق تراءت لعيني قبة قرطبية موشاة ذات الكحل ترنو وتحدق لها في سواد الشعر ألف غمامة وفي الوجنة الزهراء قدس وجلق لها في سواد الشعر ألف غمامة وفي الوجنة الزهراء قدس وجلق بكت فتلقت دمع كفي فليت لي ألوفا من الأيدي تندى وترزق وهبت لها روحي وملكتها دمي وهبت لها روحي وملكتها دمي كأني وما في الكون غيري يخفقه فأرق عذى للذيبي وغمهم وما من قليل أنهم قد تأرقوا وبدت أنا والشوق والهم والأسى حيارا كشاه لم يسانده بيدقه وبدت أنا والشوق و والهم والأسى حيارا كشاه لم يسانده بيدقه ندار الهموم السود سود الوفود نحتسي والوشاة الليل كي يتألقوا كمن حاربوا كي تجمع الأرض أهلها فماتوا ومن قبل اجتماع تفرقوا يا سلام يا سلام لا فضافوك ولا عاش شانئوك ولا بتر الله لك صوتا ولا قطع الله لك أثرا ما شاء الله عليك يا أحمد يعني صوت شاري شاب يبشر بالكثير من الخصوبة الشارية في موسم الحصاد أحمد أحسنته كثيرا ماذا عن الشعر في وجدان أحمد عوض شاعر الشاب الذي يحاول نقش اسمه وما زال يعمل على ذلك كانوا يقولون أن عرض بنات الخدور أهون من عرض بنات الصدور يا الله ولهذا فإن الشعر هو الذي يتكفل بأن يقدمني الشعر في وجداني هو الذي يتكفل بأن يقدمني لهذا المجتمع كإنسان أولا وكشاعر ثانيا وكساعي للنهضة حتى يرجع العزة لأمته ثالثا الله فالشعر هو اللسان الذي سنتحدث به وهو اللسان الذي سنتحدث به عن أنفسنا أولا وعن غيرنا نيابة الذين لم يستطيعوا أن يتكلموا كما تكلمنا فسلمون مقاليد فكرهم حتى هذه مهمة عظيمة جدا ولهذا فإن الشعر في وجداني هو أولا مشروع أعمل به وسنتحدث عن الشعر كمشروع وهو ثانيا هو رقيب علي في كل لحظة لأنه يذكرني أن هناك غيري سيتأثر بكلماتي وسيتبناها وسيتخذها طريقا له فينبغي لا أعواج في هذا الطريق إلى يمنة أو يسرة أحسنت كثيرا وقد وعدت بأن تتحدث عن الشعر كمشروع وهذا ما يقودني إلى سؤال التالي موقع الشعر موقع الشعر من نفسك ومشروعك وخطتك الذاتية الخاصة بالشعر بشكل عام حدثنا تفضل يا أحمد بداية الشعر الشعر العربي خصوصا بغض النظر عن بقية الشعر في الثقافات الأخرى وشعر القضايا العظيمة كما تعرفون هو الذي كان يقيم القبائل ويقعدها وهو الذي يحط قدر المرأة ويرفعها ولذلك فإنني لما أردت أن أرتقي مرتقا صعبا في التاريخ تاريخ أمتنا وأن أكون ممن يعني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام كبير يا أحمد أنت مسؤول عنه عليك أن تكون على قدر هذا القول وأنه واثق أنك ستكون على قدر هذا القول هذا قال عليه صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن المصليين يقول بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة المشاؤون في الظلم بالتعبير الذي استخدمه حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التعبير الذي استخدمه الآن في مشروع وخطة ذاته بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة حكما قال الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نكون نحن الآن في كل هذه الظلم سيكون هناك مشائين وأنا أرجو أن أكون من هؤلاء المشائين الذين يبشرون في الظلم حتى نصل إلى النور إن شاء الله تعالى النور في الدارين جميل ولهذا فكل شخص يتسلح في سلاحي عظيمة هذه الأمني أكرمك الله أعجبتني جدا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تلك وأن كثيرين أعجبوا بهذا الطرح وبهذا التعبير أكمل تفضل يا أحمد ولذلك فإن كل شخص في سعيه كساع إلى الهجاء بغير السلاح نحن لا نسعى إلى الهجاء بغير السلاح كل واحد مننا عنده سلاحه فأنا باعتبار أنني اتخذت طريق الشعر فهو من خطتي وفي مسيرتي هو كسلاح الذي سأسعى به يحميني ويدافع عني في المعارك وأهجمه على أعدائي حتى أحق الظفر إن شاء الله تعالى لي ولأمتي لإذن الله لك ولأمتك الظفر بمثل هذه اللغة العالية بمثل هذه الحماسة الشابة التي لا تتأتى إلا من روح شاب يعرف جيدا ما الذي يريده وكيف يصنع ما يريده ومما صنعته أن تأشار وهو صنعه وإن كان الشعر يقوم على ركيزة الإبداع إلا أن الصنعة لا تنفصل عن شاعرها الذي يخلق في قصائده الجمال بعيدا عن التصنع والتزلف وإنما نعني في الصنعة هنا أي الإجادة والتمكن إلى قصيدة جديدة من قصائد أحمد تفضلي أحمد إن شاء الله تعالى نبدأ بهذه القصيدة وقبل أن نبدأ أطلب من جميع المشاهدين الدعاء لإخواننا في الفلسطين هذه القصيدة تمسوهم لفلسطين الدعاء ولليمن وللعراق ولليبيا ولسوريا ولكل الوطن العربي المكلوم تفضل قصيدة غدا يا أمة البارود ترثيك الرصاصات تلقن ذكرنا للخالدين المجدليات غدا يا أمة البارود يرثيك الرصاصات ترثيك الرصاصات تلقن ذكرنا للخالدين المجدليات وتأتينا من الشهداء أرواح زكيات ويخرج طيفنا منا لتحضنه السماوات الله غدا سيحن جذع النخل للحزن الذي فينا غداً سيحن جذع النخل للحزن الذي فينا نصلي عنده ألفاً لنرجع يوم حطينا فقولوا حينما ندعو على الظلام آمين فإن خنتم دعاءكم فويل للمصلين على الشباك أرملة تحن لزوجها الغائب وطفل لم يزل يبكي يؤدي الحزن كالواجب وأم راعها موت ابنها برصاصة الغاصب ترتل في صلاة الحزن آية وجهها الشاحب جميع معسكرات الجيش محض خرافة خلقه إذا ما قور نوبفة يقدس صمته قلقه غمام الموت أرضعه فكيف تخيفه الطلقه وصوت ما من الملكوت باركه بكل ثقة الله تذاع بنشرة الأخبار عن عظمائنا الأوهام تذاع بنشرة الأخبار عن عظمائنا الأوهام أكمل يا أحمد وأن أرامل الشهداء لا يحصون والأيتام يرون الفجر مختبئا وراء سحائب الآلام إذا عن حقهم نمتم فإن الله ليس ينام شعارات التصالح لا تعيد لنا الدم المهدور ألي الفردوس مثل النار والجنات مثل النور رجال نحن نأخذ حقنا بالسيف للدستور فخير راغب التطبيع بين الغدر والمغدور أقول لكم ربوع القدس فوق العرض والطلب سيرسل كلبهم قطعا من الألماس والذهب فلا تقبل بهذه الأرض للأشراف كالنسب فلا أدركتها أنا ذا ولا جاورت كان أبي ولا تأبه إذا ما قيل أنك محض إرهابي ولا تأبه إذا ما قيل أنك محض إرهابي هل الأفعى يحق لها انتقاد السم في النابي الله وإن أغروك لا تقبل بأوسمة وألقابي ملاك الموت لا يدري بأحساب وأنسابي هل الأفعى يحق لها انتقاد السم في النابي فلا تقبل إذا أغروك إذا أغروك لا تقبل بأوسمة وألقابي ملاك الموت لا يدري بأحساب وأنسابي دموعي لن تجف ولن يبدد تأري الموعود فما وهبته للفيحاء في جيناتنا موجود إلى الساحات نمضي نحصد الأرواح ثم نعود إلى الساحات نمضي نحصد الأرواح ثم نعود فحاذر إنني آت كما النيران في الأخدود فحاذر إنني آت كما النيران في الأخدود أحسنت أحسنت كثيرا وشتان بين أخدود وأخدود ذلك أخدود ظلم فيه من آمنوا أما الأخدود الذي يبحث عنه أحمد النمى هو أخدود ينتقم للسابقين ويسقط في أعماقه كل الجبابر والعتات والطغات والمتجبرين المستكبرين أحسنت كثيرا يا أحمد وعجبني إلقاؤك للشعر بالمناسبة قبل ما نكمل بالأسئلة سؤال خارج السياق هذه القصيدة متى كتبتها؟ حقيقة بدأت بها قبل أمس في الليل قبل أن أنام في الفترة التي حدثت بها أحداث جنين أيها في الضفة الغربية المحتلة في هذه الفترة وأكملتها خلال اليومين ووضعت علينا بساطة قبل أخرى ما شاء الله عليك جميل جدا يا أحمد يعني تغبط على هذا أداء وإلقاء وشعر عالي الجودة أحمد كيف ترى لا تقول لي منكم نتعلم نحن كلنا تلاميذ في مدرسة تاشير وأنا لست معلما وإنما أنا الجالس الآن والله حتى أستمتع بجميل ما تقدم للأمانة أقول هذا مقتنعا لا مجاملا كيف ترى الاهتمام بالمبدعين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها بشكل عام؟ صراح الاهتمام بالمبدعين الآن يذهب في تناقص مع الأسف تناقص كثير من المبدعين اليوم إذا فتشنا في هوامش المدن في هذه هوامش المدن التي لا يسلط عليها النور يوجد كثير من المبدعين المهمشين إن كان من فئة التي أتحدث أنا منها فئة الشباب وإن كان من الكبار لكن لماذا لا يقدم المبدعون أنفسهم بأنفسهم يا أحمد الآن المنصات متاحة كل مننا يمتلك ما يشبه القناة التلفزيونية ما يشبه الصحيفة الإلكترونية وبإمكانه أن يصل إلى آلاف الناس بكبسة زر لا يمكن أن نقول أنهم مقصرون أيضا لا يجب أن نعلق دائما التقصير على شماعة الغير قد يكون أيضا المبدع مقصرا قد يكون المبدع مقصرا بقد وإنما هناك فكرة مهمة عندما يكون هذا المبدع هذا المتميز مضطر أن يخرج من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة ليلة حتى يؤمن قوت عياله فقط فلنبقى هناك لإبداع مكان إذن التقصير بالمبدع ليس من المشتغلين في ذات اللون الإبداعي قد يكون بسبب الظروف الحياتية بسبب الواقع المجتمع الصعب الذي يعيش فيه بسبب ظروفه صحيح وأنا إن صح للتعبير فضل أستطيع أن أسميه بالجريمة المتكاملة يا الله من كل النواحي بحق مبدعينا ولا ننكر الجهود التي قدمت في الفترات الأخيرة لإظهار هؤلاء المبدعين جهود حقيقة تشكر وجهود عظيمة وتسعى الآن إلى الوصول إلى العدد الأكبر من المبدعين الحمد لله أمتنا أمت مبدعين تحول كثير من المبدعين الوصول إلى جميع المبدعين يكاد يكون شبه مستحيل وإنما من الجيد أنني إذا أردت أن أبحث عن إبداع الشعر أجد من يهتم بهذا الإبداع وعلى الشعر نقيس في مختلف المجال على ذكر الأمة هناك سؤال يعني يهتم بالأمة مجتمعة سأطرحه عليك ولكن بعد استراحة قصيرة يا أحمد سنأخذ فاصلا قصيرا الآن أنا وأنت مشاهدين الكرام دعونا الآن نخرج إياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا حياكم الله أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد معنا هنا في الأستوديو الشعر الشابة السوري الجميل كثيرا أحمد عوض أحمد خلينا نحكي الآن عن دور المثقف من وجهة نظرك كيف ممكن يرتقي بالأمة التي ينتمي إليها هذا المثقف المثقف العربي له حالة خاصة عن بقية المثقفين تفضل ابتداءا من الثقافة العربية لمكانتها الخاصة انتهاءا بالأمة العربية نفسها المثقف العربي اليوم نحن لن نكون في ضفة مهاجمة لأن حقيقة تطبق عليهم جهود كثيرة هم الآن أمام همات صعبة المثقفين الدكتور الذي أحب عبد الوهاب المسيلي يا سلام له تعبير جميل صاحب الموسوعة الصهيوني صاحب الموسوعة له تعبير جميل يتحدث عن ارتباط الثقافة في الدين من فهم ارتباط الثقافة في الدين نستطيع أن نفهم المثقف وما يتبنى عليه اليوم وما يتأتى حتى يستطيع أن يبني هذه الأمة يقول أن الثقافة إذا انفصلت عن الدين فإنها لن تستطيع أن تجاوب على الأسئلة الوجودية الكبرى استبقى هي محل الفسيفساء فقط هي قطع الفسيفساء الصغيرة ولن تستطيع أن تضع الأجوبة الكاملة التي يسعى على الإنسان الدين دون ثقافة دون أن نأخذ هذا الوعي الديني والثقافة الدينية إذا أردنا أن نجرده عن الثقافة سيبقى تعصبا المثقف العربي اليوم أمام مهم حتى يستطيع أن يرجع للأمة العربية تعزها الثقافي ما هو مطالب به عليه أن يوفق بين دور الثقافة ودور الدين فلا نبقى مجهولين في الأجوبة الوجودية الأجوبة الوجودية الكبرى تحتاج إلى تفسيرات عملية غير تفسيرات النظرية كلنا نعرف أننا مخلوقون للعبادة ولكن عندما نرى مبدعا مثلا في الطب هذا المبدع الذي في الطب عندما يكون من الصلاح المساء وهو يعمل على أبحاث ويجري عمليات ويرى أنه مقصرا في حق الله عز وجل فهذا لم يدرك الأسئلة الوجودية الكبرى لم يدرك معنى العبادة الحقيقية فإذا استطعنا أن نرسخ ولا أتحدث عن نفسه فإذا استطاع المثقفون أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم إذا استطاع المثقفون الحقيقيون أن يوفقوا بين هذه الثقافة وبين هذا الوعي الديني فإننا سنرقى بالأمة ونقطة أخيرة يجب عليهم أن يكونوا من الأمة لا أن يكونوا أوصياء عليها يجب عليهم أن يكونوا من أمتهم لا أوصياء على أمتهم يجب أن يساهموا في هذا الحمل لا أن يكونوا ثقلا على هذا الحمل والثقافة ليست مجرد لغة وكلام دون تطبيق فإن ظلت لغة كلامية لا تطبق فما هي إلا قطع فسيفساء ربما إن مر عليها زمن بليت وعدمت قيمتها للأسف أما إذا ما اقترنت الكلمة مع العمل الجاد والوعي الحقيقي النقي فإن اسم أصحاب هذه الثقافة أي ثقافة كانت أكيد سيصبح علي الشأن وسيكون لهم أكيد تمام الرفعاء أحسنت كثيرا يا أحمد كلما أكثر أو كلما أحببت الشعر أكثر يعني نظرت إلى من جعلوك ترتبط بهذا الشعر وأكيد كل واحد في الشعراء له عرابون إن صح التعبير له أساتذة له أسماء تركت في ذهنه الصدى كلمني عن الأسماء سواء المعاصرة أو دعنا من المعاصرين كلا يغضب أحد كلمني عن الشعراء الذين مروا على تاريخ القصيدة العربية وبعضهم أثر في أحمد وجعله يحب الشعر اسم أو اثنين أو ثلاثة تحدث بما تحب بداية نتحدث عن من أسر قلبي حقيقة المتنبي ما لأ الدنيا وأشاغل الناس اسمه ليس محل للنقاش المتنبي هو الذي لا أقرأ لأتثقف هو الذي أقرأ حتى كلما نسيت شعريتي أرجع للمتنبي يذكرني بها بأوصافه وتعبيراته ومجازاته غير المتنبي عندي الأعشى يا سلام بحسن تخلصه وبراءة مطلعه كيف ينتقل بين المواضيع في قصيدته والأعشى هذا قصة طريفة معي شخصيا عندما كنت صغيرا كان عندنا مكتبة حفظ الله والدي هو الذي كان يرسخ لنا الثقافة هذه فأذكر أول ما أمسكت من الكتب كان شرح المعلقات ولم أكن أفهم شيئا منها فمر الكتاب بشاهد للأعشى فأنا كنت مقتنعا بكل ثقة أن الأعشى مخطئ هنا عنده خطأ للأعشى وهنا ابتدأت رحلتي مع الأعشى أدركت كم أنني كنت محروما عندما لم أقرأ للأعشى وصحبني طوال هذه السنين غير الأعشى ننتقل إلى أبي فرس الحمداني الشاعر الذي أحب حقيقة لكن تبين لاحقا لك أن الأعشى لم يكن على خطأ تبين لي أنني كنت مخطئا إذا أنني لم أقرأ له من قبل هذا الخطأ الوعيد طبعا تفضل أكمل غير الأعشى أبي فرس الحمداني أبو فرس استطاع أن يجمع النقائد بشاعريته المرهفة الجميلة ومن أكثر ما أحب هو قصيدة المشهور عراك عصية دمع شيمتك الصبر جمع الكبر مع الأسر وجمع الهمة مع الأشرق لكن هناك من أخذ عليه قوله في ذات القصيد أو قوله إذا ميت ضمآنا فلا نزل قطر وهناك من صنفه أنه وقف في جانب الأنانيين حينما يعني رجل أو أن القطر يغيثه وينصرف عن من سواه من الناس ربما كان يعني للأسر والحالة النفسية التي كان بها قد يكون لها أثرها أيضا ولكن في النهاية يجب أن نحاكم الشاعر على أنه شاعر أكيد صحيح على مفرداته وعلى تركيباته وعلى أثره حتى يقال أنه قتل مظلوما على يد ابن أخته يقال فهذا من الشعراء الذين نحبهم ومن الشعراء الذين نحبهم الشباب أحمد عوض أكراركم نريد قصيدة جديدة الآن يا أحمد تفضل نص بعنوان سفر إلى الوحي القديم سفر إلى الوحي القديم تفضل الصمت قهوتك المعدة للسرة والشعر حكمتك التي لما ترى والحسرة الأولى التي قد حرقتك غدت بنحتك سامريا أكبر وثمود لم تهلك سوى بالنوق مذ قد حالفتها الريح حتى تثأر دخلت وأخيلة المجاز تحفها قببا موشاة تغشاها الكرى حتى ذرتها الريح ثالثة ليلة تبكي فصاحت كان صالح منذرة الله وعلى الشفير تلاقت الأرواح تنتدب الهيام الحد حتى تسكر لتفيض في العين القريرة دمعة فتتوب عن حب الظلام وتبصر المجدلية لم تعد قديسة فاخطب هواها الآن لن تتكبر والمعمدان معمدا بذنوبه في القدس يرقب ثورة وتحرر فكم استطاع الماء عصيان البحار وأجبر الطفان أن يتبخر ليدون المطر الخفيف نبوءة الجد الذي ليرود ليدون ليدون المطر الخفيف نبوءة الجد الذي ترك الجفاف ليبحر جميل الحب قال لي الدراويش القدامى لن يرى حتى يجلجل خيبرا سترى جلال الله يا ولدي إذا أضنيت فسعتصل وأخلص تشترى شانيك يا حلم الدخاني مذي استخرت الماء أن تبكي تحول أبترى تحول أبترى وأن لهذا النص أن يكون أبتر إنما هو نص مشرق منير ونص كبير يليق بكاتبه وإن كان لا يزال حديث السن العمرية إلا أنه طاعن في طريقه إلى تجربة أوسع القصيدة ذكرتني بقصيدة شهيرة إلى شاعر أو هي لشاعر معاصر أظنه الشاعر السوداني محمد عبد الباري وقصيدته الشهيرة ومطلعها أنا لا أذكر المطلع ما لم تقوله زقاء اليمامة تذكرني فيه ماذا يقول في مطلعها؟ ما لم تقوله زقاء اليمامة نعم شيء يطل الآن شيء يطل الآن من هذه الذراء أحتاج دمع الأنبياء نعم أحسنت دعنا نتحدث الآن عن فكرة أن المبدع ينبغي أن يشكل الوعي لدى الجمهور وأن يكون أمينا على رسالة الكلمة حاليا اليوم عندما نظى على أننا اليوم مغزوون من قبل الثقافة الإلكترونية نعم نرى عندما مثلا تعرض أحد الشباب لحالة اكتئاب مثلا ترى يسمع أغنية يتلبس حالتها مع أنه قد تكون أغنية لا تصفوه ولكنه قد يحاول أن يطبق عليه هذه الكلمات الموجودة لأنه لم يجد لواء ينضوي تحته الله عليك أحسنت الشاعر اليوم هو الذي يرفع هذا اللواء الذي سينضوي تحته الناس عندما يؤلف الشاعر قصيدة ما مثلا عن الفراق سيتلبسها من فارق أحبته فعليه أن يكون أمينا على هذه الكلمة لأن القصيدة ستتحول إلى أشخاص يلاقيهم ستتحول إلى رؤى يلاها في المنام ستتحول إلى مواقف حياتية تحصل معه القصيدة متى خرجت من فم الشاعر انطلقت لتكون مسألة وجودية انطلقت حتى تشكل وعي الناس ولذلك فإن الشاعر من أخطر ما يمكن أن يلعب بالمجتمع إذا أراد الشاعر أن يوصل فكرة ما فهو أقدر الناس على إيصال هذه الفكرة إذا أراد الشاعر أن يوصل فكرة ما فهو من أقدر الناس على إيصال هذه الفكرة أوصل إلينا الآن فكرة جديدة بصورة قصيدة تفضل لقصيدة جديدة إلى قصيدة جديدة خذنا إلى قصيدتك نص التيه التيه التائهان الشعر والآتي متربعان على اتجاهاتي التائهان الشعر والآتي متربعان على اتجاهاتي متآخيان فلا أرى بهما إلا دمًا فوق الجراحات يا الله ضم الحروف وطوع جملا وتعانق فوق المجازات حتى بدأت حكايتي تعبا ولطالما تعبت حكاياتي أمضي وصوت ما يحذرني من فهم مأساة بمأساة يا الله صوت يقص على الصدى خبرا عن موجة في بحره العات عن أمة نذرت سنابلها وغدت تنازع في المجاعات عن ميت ترك الزمان به أثرا يدل على القيامات يا الله عن عسكري سيل دمعته متمزق في الاشتباكات عن طفلة فقدت عرائسها ما بين مرآة ومرآتي عن عمي العطار وهو يرى جرحا كوا كل العطارات عن أم من الشام الجريحة تستسقي دموع الياسمينات عن أم من الشام الجريحة تستسقي دموع الياسمينات نأتي الديار منها وقالت أحضن روحكم رغم المسافات يا أي هذا الصوت يا خبرا أبكى جميع الأبجديات إن كنت قد أحصيت لي دمعي دعني لكي أحصي ابتساماتي إن كنت قد أحصيت لي دمعي دعني لكي أحصي ابتساماتي وسنحصي هذه الابتسامات نحن وكل الأحرار على اختلاف يعني هذه الابتسامات على تعدد أسبابها إلا أن البسمة النقية الصافية التي تثويت أننا إنسانيون أننا متصالحون مع ذواتنا متصالحون مع غيرنا هي التي تجمعنا وإن تعدد الطرق الابتسامة المهم أن نبتسم دائما يا أحمد الآن سنستريح مجددا ونخرج إلى فاصل مشاهدين الكرام نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل لا تذهبوا بعيدا حياكم الله أعزائنا المشاهدين أينما كنتم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقتنا في هذا اليوم من بيت القصيد ومعنا هنا في الأستوديو عشار الشاب السوري أحمد عوض أستاذ أحمد أكثر ما تبحث عنه من وراء كتابة قصيدة معينة ما الذي تبحث عنه حينما تكتب بكل صراحة لعلي بداية أبحث عن ذاتي أبحث عن التعبيرات التي تلامسني ولعلنا جميعنا متفقون على أن الشعراء لم يستطيعوا تماما وصف هذه الحالة التي تعروا الإنسان لو أن هناك شاعر استطاع أن يصف الحالة تماما حالة الفراقة أو حالة الحزن أو حالة الحب لما كان هناك دور لبقية الشعراء فكل شاعر يوصف فلنقول جانبا من جوانب هذه الروح الخفية فأنا أسعى إلى اكتشاف الجانب أحسن الذي سأكون متميزا به أحسن هذا ما أسعى له بداية من وراء كتابة القصيدة نبع على سيرة الوصف صف لي أكثر ما يوجعك في هذا الزمن الذي نعيش فيه ولا نقدر على التخلص من وجعه بمجرد أننا فضفضنا إلى الورق يعني الكلمات لا تسعفه صف لي هذه الأوجاء أو بعضها تفضل عندنا مثل في دمشق يقول سأقوله بالدارجة يقول إذا وقع الجمل كثرة سكاكينه يا الله من أكثر ما يؤلم هي كثرة السكاكين التي التفت حول أمتنا بعد أن وقعت أنها حقيقة كانت شامخة ومن هذا الباب نفتح أبواب أخرى لأوجاع كثيرة جدا ولكننا في نفس اللحظة نتذكر أن مهمتنا هي وضع البلسم على الجروح لا أن نفتح هذه الجروح مجددا كما يفعل الضغط ولذلك فإننا إن بحثنا عن الألم نبحث عنه كي نعالجه لا نبحث عنه كي نسلط الضوء عليه نبحث عن الألم حتى نعالجه لا حتى نسلط الضوء عليه وإنما نحن دائما نسلط الضوء على الأمل فقط والأمل بأمثالك كبير وكذلك بما تقولون من شعر يعني يفتح الأبواب شاسعة واسعة أمام الناس حتى يروا بأنفسهم وبأم آيونهم الشمس وهي تلوح لهم وتبشرهم بالكثير من البشراء التي ينتظرون ونحن في انتظار القصيدة الجديدة يا أحمد قصيدة بعنوان العروس واليم تفضل عروس بلا قفطانها تشبه اليمة تبدد عنه الما فأورثه الهمة عروس بلا قفطانها تشبه اليمة تبدد عنه الما فأورثه الهمة هي الغيمة الأولى إذا ما تصدعت رياحينه العطشة سقدمعها الجمة وإسورها ما كنت أحسب أنه سنى غير أن النور عمى وما أعمى فأدركت أن النور آي لأنه يعمي ضياء الشمس للمبصر الأسمى يا سلام لها خافقات الضبي حوراء هدها قصي من الأحباب ألبسها الحمى إذا طلع البدر البهي بعينها رأيت بلاد العرب مصطفة النظمة شآما وبغدادا ومصرا ومغربا وتونسا الخضراء بدر محظ ظلمة كأنهم في العقد إرمت نظرة كأنهم في العقد إرمت نظرة أشداء لم يستكمل البضرة والتمة يا سلام رجال أشداء وأحداث يلتقوا رجال أشداء وأحداث يلتقوا فإن يلتقض ضداني يستكمل التمى فحكمة أجداد وخفقة عاشق وقوة أجناد وإخلاص من سمى جنود مغاوير تردى عدوهم إذا ما رآهم خاف واستعذب السمى جنود مغاوير إذا ما رآهم جنود مغاوير تردى عدوهم إذا ما رآهم خاف واستعذب السمى أتوا من بقاع الأرض يحدوهم هوى أميرة السلطان من حسنها أهمى الله فكلهم جند وكلهم جلى كرقعة شترنج بهشاه قد عما وفي حال كات الليل تبكي بحرقة فهل يسمع الصوت الشجي بها السمى دعي التاليات الذاكرات ولا ترم إلى غير أرض القدس بندا ولا وسمى فإن الهوى والحب فيها منزه وفي غيرها إن تلقه تلقه إثمى فخذ قول علام بحال فؤاده حرام على القلب الهيام فقد يضمى وما مولد القلب المعين وإنما موارده صوت الحبيب وإنما فيا قدس يا مهد الرسالات همسة تنادي ورجع الصوت لن يقبل الظلم ستبقى ضلوعي في أضالع قبة مذهبة في الوصل لا تعرف اللم عسى لمثل هذه القصائد أن يلتم حولها من يعشقون اللمة يا أحمد نحن من أولئك الذين نجتمع على الجمال ولا نتفرق عنه إلا ونحن راضون مؤكدون أننا يوما ما سنجتمع عليه من جديد يعني بلغني من بلغني أنك تحفظ القرآن الكريم أو تعيه في صدرك وتحمله في قلبك وأظن أن للقرآن الكريم الفضل عليك بحتى موهبتك الشعرية وعرفت كذلك أنك تجيد القرآن الكريم أو تجيد التلاوة بالقراءات العشر أو هكذا بلغني ووصلني كلمني عن أثر حبك للقراءات العشر وفضل القرآن الكريم عليك وكيف ساهم أو أسهم بتشكيل مزاجك الشعري القرآن الكريم وستننتقل إن شاء الله تعالى علنا أن ننتقل معكم إلا نصيحة نقدمها حول القرآن الآن حاليا نستطيع أن نقول أن القرآن الكريم يجب أن نقرأه بصوره المختلفة يا سلام على أنه كتاب إعجاز وعلى أنه مستودع كبير للغة العرب وعلى أنه مناجات من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه الحبل الذي يجمعنا عندما نستطيع أن ندرك كل هذه المعاني المرسخة في القرآن الكريم سينعكس القرآن الكريم على حياتنا فإذا ما تعمقنا أكثر في الجانب اللغوي للقرآن مثلا الخزينة اللغوية الكبيرة التي يتركها القرآن وتركيب كيف تشكلت هذه الألفاظ لماذا أعجزت هذه الألفاظ العرب مع أنها من جنس كلامهم والله عز وجل تحداهم بها وأثبت الله عز وجل عند التحدي أثبت أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله قبل أن يبدأ التحدي أساسا قبل أن يحاولوا فلماذا عندما يقرأ العربي هذا القرآن وهذه نعمة كبيرة جدا أنا حاليا الآن أدرس في مدرسة دولية ندرس مع كثير من الطلاب الأجانب ما يقارب من سبعين دولة فكلهم المنجلسون إلى العرب يتحدثون عن كمية حظنا وهو ليس عظه وتوفيق من الله عز وجل ونعمة كبيرة أننا عرب وأننا نفهم القرآن الكريم فالعربي على وجه الخصوص نغبطونكم على أنكم تعرفون العربية فتقرؤون القرآن الكريم وتفهمون مدلولاته وما جاء فيه من لغة ولسان إعجاز إلىه بل الله يعتبرون أن الذين يفهمون القرآن هم قدوة ولهذا العربي اليوم أن يحسن صورته أولا لأنه عربي مسلم وثانيا لأنه يحمل هذا اللواء اليوم ولأنه قدوة عند غيره من المسلمين الناطقين بغير العربية لأنهم ينظرون إليه عندما يفعل العربي شيئا ما يقولون هذا العربي الذي يفهم القرآن يفعله هكذا معنى لها القرآن يأمر بهذا الشيء فالعرب اليوم العرب اليوم بحاجة إلى أن يقرأ القرآن الكريم قراءة خاصة عن بقية الشعوب حتى يستطيعوا أن يفهموا مكنولات هذا القرآن طيب قبل أن نذهب إلى القصيدة الجديدة أنت قلت أن ترجو أن يتسع الوقت لتقديم بعض النصائح المتعلقة بالقرآن الكريم بعجالة حتى لا يدركنا الوقت ومن ثم أيضا حتى نذهب إلى ما تبقى من أسئلات فضل ما النصائح التي تود أن تقدمها أهم النصائح التي من الممكن أن أقدمها هي فهم القرآن الكريم حقيقة أن نفهمه وأن نعيشه أن نعيشه القرآن الكريم وذلك ورد في الآثار أن أحد الصحابة أو الصالحين ولا يحضرون اسمه حفظ سورة البقرة في ثمان سنين أنه كان كل ما يحفظ آية يطبقها فحتى ترسخ الآية تماما علينا أن نعيش القرآن الكريم أن نعيشه حياتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض علينا أن نقتلي برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلقى القرآن يغلب ولا يغلب ويعلم ولا يعلم علي لكن القصة لم أعلم إن كان قد أنا لا تحضرني صحتها وإنما استذكرتها كمثال فلم أذكر اسمه ووصفه السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قرآنا يمشي على الأرض يماهد لنا الطرق التي سنسعى بها نحو القرآن الكريم ولعل هذا هو الطريق الوحيد الذي سيستطيع المسلم أن يعيش به مع القرآن الكريم أن يتلبس القرآن في حياته وفي جميع مجالاته أحسنت كثيرا ونرجو لمن يستمع إلينا الآن ويشاهدنا أن يلتزم هذه النصائح الحسنة العالية الراقية التي تثبت أن حاملها وصاحبها يعلق عليه الكثير من الأمل وأرجو للشعر أن يسيطر عليك فترة طويلة لبأس بها حتى نسعد بقصائدك الجميلة يا أحمد إلى قصيدة جديدة تفضل إلى قصيدة بعنوان المسمار الأخير في النعش تفضل خليلي ما أدنى لي الدهر نائيا خليلي ما أدنى لي الدهر نائيا ولا حل من بلوى ولا رد دائيا شجاني كما يشج الحبيب حبيبه فأي حبيب ويححظي شجانيا تفتق عني آبدات النوى وما ثوا في فؤادي ليس يخفي بلائيا إلى أن بحزني قد سرت عير جرهم وغنت قوافي الجراح المرافية فيا تعس نفسي أقرض الشعر عن أسا وتسهيل خلا يستلذ الجفالية وأمضي فلا ألقى أنيسا لوحشتي فيا ندماء الحي لبون دائيا فهل من شجاعب منكم يرتضي معي عقارا من العبرات يذكي المآسيا أسير على عين الزمان فأكتوي ولم أدر أن الداء يغزو المآقيا فيا زيد فلتذهب إلى ربوة الغضاء إلى حيث كنا قد سهرنا لياليا إلى حيث أرخينا على الكون ليله وأنبس لي فجر بألا تلاقيا وحيث لقينا أم عمر وقد هوت بقاع فأرقت روحها نحو بابيا فألفت أنيسا بي وقد بان أنها لها مؤنس قد بات في القبر ثاويا فقالت وقد مازحتها قبل يا فتا عزيز على قلبي بقاءك نائيا فقلت لها يا أم عمر لقد بكت علي الفيا في حين باتت ورائيا فآثرت إي ناسا الوحيد وإن أكن إلى الخير مقداما فهذا جزائيا فصاحت أما والله لم ألقى عاقلا أترضى مقاما موحشا ليل نائيا لأهلك أولى أن تكون جليسهم وصحبك أدنى إن تنافيت ساعيا لأهلك أولى أن تكون جليسهم وصحبك أدنى إن تلافيت ساعيا يا سلام فقلت الفلا والبدر والنجمة والهوى فقلت الفلا والبدر والنجمة والهوى وبيضا غوانيا فقالت وقد مازحتها قبل يا فتا عزيز على قلبي بقاءك نائيا يا سلام فقلت لها يا أم عمر لقد بكت علي الفيا في حين باتت ورائيا فآثرت إي ناسا الوحيد وإن أكن إلى الخير مقداما فهذا جزائيا فيا أم عمر أين من قد ذكرتهم يهيل علي التربة عمبي وخالية يا الله ويأتي بأكفاني وحنت بن خالتي ويحفر لي جاري ويسعى غلاميا ويأتي معز عظم الله أجركم وينأى مواس يرحم الله حاليا أنا الآن حبر فوق أوراق كاتب وقد يذهب الحبر الذي جف ساهيا أنا الآن حبر فوق أوراق كاتب وقد يذهب الحبر وقد يذهب الحبر الذي جف ساهيا بسجن صغير ليس لي منه ملجأ وبكى ولا أفدى فما المال مالي توارثه أهل القرابة بعدما عبست بزنزان جلالي خلاصية فيا أم عمر فلتوافي لخيمتي بنائحة تبكي علي وفاتيا وراو لأشعاري وفارس قومه يحامي بسيفي حين تبلى عظامي عظاميا لقد راح عني كل أهلي وصحبتي فيا زيد لا تذهب ولا تكو قاسيا لقد راح عني كل أهلي وصحبتي فيا زيد لا تذهب ولا تكو قاسيا حاشا كان يقصى عليك يا أحمد وأنت صاحب هذه الطلة المشرقة وهذا البيان العذب المتلألئ على المستوى الشخصي حلم ترجو من الله أن يحققه لك إن كان في مقدورك أو إن كان هناك مجال أن تخبرنا عنه وتفصح لنا عنه بداية الحلم الذي يراود كل المسلمين وأن نجتمع في الحج إن شاء الله إن شاء الله عز وجل أن نجتمع سويا بإذنه هذا الحلم الذي ليس فيه نقاش والحلم الآخر أن يوصلني لله عز وجل إلى مرتبة التأثير يا سلام مع سلامة الفكر فإن المرأة إذا كان مؤثرا مع مرض بالفكر غوى وأغوى يا سلام فنسأل الله عز وجل وهذا من الحلم الذي أرجوه وهذا الحلم الذي سلبت من أجله طريقة الكتابة طريقة الشعر الحمد لله أنا كتبته في رواية والشعر والقصة والمقال لمقالات منشورة يا سلام يعني سلكت هذا الطريق وازلت نفسك في بداية الطريق وازلنا في البداية الطريق طويل جميل فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤثرين بسلامة فكر حتى ندخل إلى الجنة سويا طيب ما الذي تنتظره أو تتوقعه من وراء موهبة الشعر بكل صراح قد يكون المكانة مع أنني لا أكتب لأجل مكانة معينة لكنه ليس عيبا ولكنه ليس عيبا كما أنه ليس غاية المكانة التي نطمح أن نصل إليها هي وسيلة تعيننا حتى نحقق أهدافنا يعني هو كما المال اليوم مثلا المكانة التي نسعى لها هي كما المال لا نجمع المال لعينه أو لذاته وإنما حتى على الأقل إذا أردت أن أشتري كتابا أن يكون بيدي ثمنه فأنا المكانة التي سأسعى لها من الشعر هي المكانة التي ستوصلني إلى تحقيق أهدافي بإذن الله رب العالمي إن شاء الله تصل إلى ذلك وتحقق كل ما ترجو أن تحققه يا أحمد إلى القصيدة الختمية وحب ذا لو كانت قصيرة لأن الوقت داهمنا ولم يبقى من الدقائق إلا القليل جدا إن شاء الله تفضل إقرأ علينا قصيدتك التي تودها مسك ختام هذه الحلقة وهي رسالة تفضل تعالي كي ترى كيف المقابر عندنا باتت تسمى مخزن الجيف وحين ترين مختلا يقول الشعر فالتقي فيه وقولي يرحم الله العروبة وقرأي صحفي وقولي يرحم الله العروبة وقرأي صحفي على العروبة تهب من نومها هبة مارد بدأ يتململ ليعود له مجده وسؤدده الذي فقده منذ أمد طويل وآن له أن يسترده ولا مناصة من ذلك ولا تفرط فيه هذا حلم جامع ولا بد لهذه الأمة أن تحقق مآربها يوما إن شاء الله شكرا لك يا أحمد حياة الله يعني مر الوقت سريعا معك وانقضى وقت هذه الحلقة في الختم ماذا تود أن تقول في الختام أود أن أوجه باعتبار أننا هنا باستضافتكم في برنامج أدبي برنامج يهتم بلغة العربية أود أن أوجهها كلمة لكل المهتمين باللغة العربية وكل محبيها أن تعيشوا اللغة العربية لأن لا تتعلموا اللغة العربية كقواعد جامدة تقيدنا حتى نحصل بها علامات أن نعيش اللغة العربية حتى نستطيع أن نعود إلى عزنا ونعود إلى مكانتنا إن شاء الله تعالى وإن الله أعز وجل أن نجتمع في عز وفرح وتنكيل في باحة المسجد الأقصى نذهب منه إلى دمشق المحروسة إن شاء الله نذهب منه إلى دمشق ومنه إلى بغداد ومنه إلى كل العواصم العربية إذا طلبت ورجوت فجعل الرجاء منفتحاً على كل العواصم وعلى كل الدنيا لا على عاصمة أو اثنتين هم مفتاح العواصم بإذن الله انت ذكيون يا أحمد ونسأل الله ذلك إذا فتحنا القدس وجلسنا في دمشق فكل عواصم معنا إن شاء الله إذا فتحات القدس وجلسنا في دمشق وعادت بغداد حضرة الأمة فحتما سيكون المجد والتمكين وسيكون لهذه الأمة قنديلها المشتعل الذي لن ينطفئ أبداً مهما كانت الرياح عاتية فالأمة فوق كل رياح الظلام التي تحاول اجتثاثها هذه الأمة باقية ما باقي فيها أمثالك من الشباب الواعد يا أحمد يعني شرفتنا في بيت القصيد شكرا جزيلا لي شرفتنا شكرا جزيلا لي شرفتنا نحن الأكثر سعادة بتشريفك شكراً لك يا أحمد شاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع بيت القصيد في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجددوا لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر فحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمانية دائماً وأبداً لا تنسوا ذكر الله كونوا بخير إلى اللقاء